يا هلو يا مرحبا بكم مشاهدين الكرام ونمسي بالخير على كل من انضم لمشاهدتنا في هذه اللحظات اللي وصلنا من خلالها إلى آخر موضوعات حلقة الليلة حيث تنظم الجامعة القاسمية في الشارقة الملتقى القرآني الدولي الأول لطلبة كليات القرآن الكريم بعنوان طرق تعليم القرآن الكريم في العصر الحاضر جذور الاستمداد وجهود الامداد وذلك في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري حول أهمية وأهداف الملتقى يسعدنا أن نرحب في الاستيديو بالدكتور عبدالكريم عثمان وهو القائم بأعمال عميد كلية القرآن الكريم بالجامعة القاسمية مساء الخير دكتور أهلا بك سلام عليكم أهلا بكم وسهلا الله يسلم نود في البداية أن نتعرف على أهداف هذا الملتقى القرآني الدولي الذي يعقد للمرة الأولى على مستوى جامعات المنطقة دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أشكرك سيد محمد على هذه الاستضافة لا عفو دكتور ونشكركم على تواصلكم مع الجامعة القاسمية وأسمح لي قبل أن أتحدث عن أهداف الملتقى أن أتناول بشيء من الإجاز الأهداف التي أنشأت من أجلها الجامعة القاسمية نعم فقد أسس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العالي الاتحاد حاكم الشارقة الجامعة القاسمية لتكون منارة للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي نعم وإضافة إلى ذلك تسترشد فيما تقوم به من أعمال بأسس ومبادئ وقيم الإسلام السمح المفتح على العالم أجمع صحيح وهذا يعزز بلا شك قيم التواصل الحضاري وتبادل المعرفة على مستوى الإنسانية جمعا وهذا ما أنشأت من أجله الجامعة القاسمية وتسعى كلية القرآن الكريم من خلال برامجها وهذه الفعالية التي تفضلتم بالحديث عنها لتحقيق أهداف الجامعة القاسمية فطرحنا مبادرة هذا الملتقى لتحقيق أهداف عديدة منها أن نحقق المحاورة التي تقوم عليها العملية التعليمية الجامعية وهي تفعيل عملية التعليم والتدريس في الجامعة والتواصل مع المجتمع من خلال خدمته على مستوى المجتمع المحلي والإقليمي فبالتالي وضعنا أهداف لهذا الملتقى منها توثيق جهود الأمة قديما في طلق تعليم القرآن الكريم وهذا مسار طويل طبعا يبتدئ منذ نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و جهود الصحابة من بعد ذلك في تعطيل وتقنين العملية التعليمية للقرآن الكريم و نسأى أيضا لتعزيز التواصل بين طلبة الدراسات القرآنية في العالم من خلال تفعيل وتعزيز مبدأ التحاور والحوار الفعال والتواصل العلمي لتبادل الخبرات والمعارف والانتقال بالطلبة من دائرة المعرفة النظرية إلى دائرة التطبيق وتحسين المهارات العلمية صحيح طيب لا شك دكتور بأن لهذا الملتقى أهمية كبرى يعني فيما يخص الطلبة فيما يخص المشاركين في هذا الملتقى أين تكمن أهمية هذا الملتقى؟ بحقيقة سيد محمد دعني أتحدث هنا عن أن العملية التعليمية ما عادت عملية تلقينية فقط للطلبة العملية التعليمية أصبحت عملية تفاعلية للطالب فيها دور كما للأستاذ أيضا فيها دور فهي تقوم على عدة محاور للأستاذ دور للطالب دور للمكتب دور لهذا الأضعاء المسلس كلها كل واحد منهم يقوم بدور يكمل الآخر فهمية الملتقى تكمن في التكامل بين المعرفة النظرية التي يتحصل عليها الطالب من خلال دراستها النظرية وكيف ينتقل بهذه المعارفة النظرية إلى مستوى التطبيق والمهارات لأنه كما تعلم أستاذ محمد أن العملية التعليمية تقوم على هداف هذه الهداف لو رتبناها يعني تقوم على بناء المعرفي ثم الفهم لهذه البناء المعرفي ثم التطبيق لهذا الفهم ثم التحليل لهذا التطبيق ثم التركيب لهذا التحليل ثم التقييم لما مضى من عملية وفق ما ذكرت من هذا الترتيب فهذا كله يتحقق في هذا الملتقى لأن الطالب ينقل المعارفة النظرية من خلال البحث العلمي الذي أجراه من خلال عرضه لهذا البحث من خلال تلقيه للمناقشة والتغذية الراجعة له من الجمهور الذي سيناقشه في هذه الأبحاث صحيح طيب هناك مجموعة من المحاور التي سيتناولها هذا الملتقى في القرآن الكريم ما هي أبرز وأهم هذه المحاور طبعا كما أشلفت أن هذا الملتقى يعني أضع له عنوان طرق تعليم القرآن الكريم في العصر الحاضر جذور الاستمداد وجهود الإمداد تحت هذا العنوان تمبثق عدة محاور يمكن أن نتحدث عنها في إطار الطرق تعليم القرآن الكريم من خلال تحفيز القرآن الكريم قديما وحديثا يعني تحفيز القرآن الكريم كما تعلم أستاذ محمد أن القرآن نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن أو يعرضه القرآن فهذه عملية تعليمية بدأت بنزول القرآن الكريم صحيح كيف كان يتلقى كيف كان ينقل القرآن شفاهة لأصحابه رضا الله عليهم وكيف استمرت هذه العملية وفق مستجدات كثيرة تتطور من عصر إلى عصر إلى يومنا هذا فهذا من ضمن المحاورة المهمة جدا التي يقدمها أو يناقشها المؤتمر ومع ذلك يناقش المؤتمر في محاوره قضية طرق تعليم القراءة القرآنية طرق تعليم رسم المصحف طرق تعليم القراءة القرآنية وهذا باب واسع تتفاوت فيه المدارس التي تتعاطى مع هذا الفن صحيح كذلك كما علمنا بأن في هذا الملتقى سيشارك نخبة من الباحثين دكتور نود أن نتعرف على هؤلاء المشاركين من الباحثين في هذا الملتقى وكم بلغ عددهم لغاية الآن حقيقة نحن أطلقنا هذه المبادرة وسيكون هذا الملتقى إن شاء الله برعاية كريمة من سعادة الأستاذ جمال الطريفي رئيس الجامعة القاسمية هذا الملتقى أعد له من فترة طويلة ليكون مؤتمر ليكون ملتقى ناجح يستقطب عدد من الباحثين من كافة أنحاء العالم وبالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة بعد إعداد ومناقشات في مجلس القسم في مجلس الكلية في المجلس الاستشاري لكلية القرآن الكريم ورفعت جميع هذه التوصيات إلى سعادة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عوادي الخلف الذي أصدر مشكورا قراره بتشكيل لجان الملتقى لجان التنظيمية واللجان العلمية فباشرت لجان العمل وتواصلت مع الباحثين من كافة أنحاء العالم وتعلم سيد محمد أن كليات القرآن الكريم في العالم محدودة يعني تعد على أصابع اليد الواحدة هي ليست كليات مثل الكليات الأخرى لأنها كليات متخصصة ومتميزة فوصل إلينا الآن مشاركات من جامعات من المملكة العربية السعودية الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة فيها كليات القرآن الكريم تواصل معنا الباحثون وقبلنا عرض من الأبحاث وكلية القرآن الكريم في جدة وكلية القرآن الكريم في السودان جامعة أفريق العالمية ومعهد محمد السادس في المغرب للقراءات والدراسات القرآنية هذه الجهات الأربعة الدولية التي تشارك معنا عبر عمدائها وطلابها في هذا الملتقى إن شاء الله واضح تماما طيب دكتور ما طبيعة الأبحاث التي سيتلقاها هذا الملتقى أو سيستقبلها هذا الملتقى لطبيعة الملتقى وأنه ملتقى طلابي فتلقينا أبحاث خضعت هذه الأبحاث لإجراءات تحكيمية دقيقة وصارمة جدا فمثل كل الملتقيات والمؤتمرات تتلقى اللجل العلمية ملخصات الأبحاث ويحصل عمرية فرز لهذه الملخصات ثم تحصل ردود للمشاركين فبالتالي انحصرت الأبحاث المشاركة في هذا الملتقى التي تخدم محاور الملتقى وأهداف الملتقى ففي أبحاث نظرية تقدم وتبرز وتوسق لجهود الأمة في خدمة تعليم القرآن الكريم وهناك أبحاث تطبيقية بحيث تعكس تجارب بعض الضول وتجارب بعض المؤسسات في تطوير عملية تدريس القرآن الكريم وتدريس القراءة القرآنية وتدريس العلوم القرآنية عموما فهو يجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي ويعرض بعض التجارب في مؤسسات قرآنية على مستوى العالم طيب دكتور كيف يمكن لهذا الملتقى أن ينهض بالمستوى المعرفي والمستوى العلمي لطلبة الدراسات القرآنية حقيقة صدر محمد هذا تحدي كبير أمامنا وأمام كليات القرآن الكريم وكليات الدراسات القرآنية في العالم لأن طبيعة التخصصات في العلوم القرآنية تختلف من طبيعة التخصصات في مجالات أخرى كثيرة فنتوقع من هذا الملتقى أن يخدم مستوى الطلاب في أنه يتيح لهم فرصة لنقل المعارف النظرية كما أسلفت إلى مرحلة التطبيق واستخدام كل المهارات العلمية والاصطلاحات العلمية التي تلقوها في درسهم النظري إلى إجراءات حقيقية واقعية من خلال إجراء البحث العلمية الرسينة وبالتالي نتيح لهم فرصة أكبر من خلال المشاركة في تقديم هذه الأبحاث والاستعداد لتلقي المناقشات والمداخلات والانتقادات على الأفكار التي وردت في هذه الأبحاث أي ليتدرب الطالب إلى المرحلة الأخيرة من إجراء البحث العلمية وهي مرحلة التقييم فهنا هنا يمارس المعرفة النظرية يمارس التطبيق لهذه المعرفة النظرية يمارس تقييم العملية البحثية من خلال رده وتلقيه للانتقادات والمداخلات التي تلد إليه من الجمهور المتلقي لهذه الأبحاث ممتاز هو فعلا يرفع من مستوى الطلبة من خلال هذه الممارسة صحيح طيب كما علمت كذلك بأن ضمن هذا الملتقى ستنظم ندوة يعني بعنوان جهود إمارة الشارقة في خدمة القرآن الكريم نود أن نتوقف عند هذه الندوة وأبرز ما سيتم تناوله فيها من هذه الجهود التي قامت وتقوم بها إمارة الشارقة في خدمة القرآن الكريم حقيقة يعني هذا الملتقى أردنا أن يكون ملتقى جامع فيه عدد من الفعاليات من ضمن الفعاليات المصاحبة لهذا الملتقى هناك ندوة مصاحبة لهذا الملتقى اخترنا لها عنوان جهود إمارة الشارقة في خدمة القرآن الكريم هذا لأنه نحن نرى أن إمارة الشارقة تزخر بالمعاهد العلمية والقلاع المعرفية ومنابر الثقافة وهي مشهورة بهذا وهذا كله يعني من عطاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان حفظه الله ومبارك في عمره وفي عمله فالشارقة تزخر بمؤسسات عديدة يعني كثير منها يقوم على خدمة القرآن الكريم أردنا يعني من خلال محور خدمة المجتمع عن تساهم الكلية في إبراز هذه الجهود التي تقوم بها إمارة الشارقة خدمة للقرآن الكريم وهذا مشوار طويل يعني يشهده القاصي والداني أن إمارة الشارقة لها جهد واضح في خدمة القرآن الكريم من خلال المؤسسات القرآنية من خلال دائرة الشوية الإسلامية من خلال إذاعة القرآن الكريم من خلال مؤسسة القرآن الكريم والسنة فلهم باع طويل جدا في خدمة القرآن الكريم ونسعى من خلال ومن منبر هذا الملتقى أن تتكامل الجهود بيننا وبينهم لتتعزز هذه المسيرة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله كذلك هذا الملتقى دكتور سيقام بالتعاون والشراكة مع عدد من المؤسسات ما هي أبرز هذه المؤسسات دكتور تقوم الكلية القرآن الكريم بالتنسيق التام بين المؤسسات النظيرة في الإمارة وخارج الإمارة ولدينا اتفاقات مع عدد من المؤسسات النظيرة على رأس القائمة يأتي مجمع القرآن الكريم وهذا مجمع كبير طبعا من أكبر المجامع العلمية هو أكبر مجمع علمي لخدمة القرآن الكريم على مستوى العالم وهذا المجمع تفيد منه الكلية فائدة كبيرة جدا وتتكامل جهودنا مع جهودهم في خدمة القرآن الكريم وبالتالي نتبادل معهم الخبرات ونتبادل معهم الأبحاث العلمية وكذلك تأتي مؤسسة القرآن والسنة لدينا معهم اتفاقات ولدينا معهم شراكات لتكمل الجهود وأيضا لدينا مع إذاعة القرآن الكريم في الشارقة اتفاق وتفاهم ونفذنا مع بعض بعض البرامج التي تسري العملية التعليمية وقدموا معنا مثلا برنامج قصة حافظ كانوا يتناولون قصة أحد الطلبة وكيف حفظ القرآن الكريم في مسئلته وكان هذا برنامجا ناجحا جدا ولدينا دائرة شؤون الإسلامية أيضا لدينا معهم تكامل جهود واتفاقات ونعمل جميعا كفريق واحد لخدمة القرآن الكريم فهذا الملتقى يقوم بشراكة مع هؤلاء مع هذه المؤسسات جميعها ونسعى إن شاء الله لأن يخرج الملتقى في أبهى صورة وأجبل حلة بالتنسيق مع هذه المؤسسات التي تعمل معنا بانسجام تام وبتعاون كامل بإذن الله إن شاء الله طيب دكتور فيما يخص كتابة الأبحاث العلمية وكذلك الحوار بين طلبة الدراسات القرآنية لا شك بأن هناك مجموعة من التحديات والصعوبات التي تواجه هذه الفئة من الطلبة من الباحثين ما هي أبرز هذه التحديات كيف ممكن كذلك أن يتم تجاوز مثل هذه التحديات المتوقعة أشكرك سيد محمد على هذا السؤال لأن كثير من الطلبة يعني يثيرون هذا السؤال وهذا السؤال يعني يدفعني للحديث عن أن البحث العلمي عملية معقدة ولا بد أن يخضع لخطوات وإجراءات دقيقة وصارمة حتى يأتي بنتائج واضحة تخدم العملية التعليمية فطبيعة الدراسات القرآنية تختلف عن كثير من الحقول المعرفية الأخرى يعني إذا قارننا بين الدراسات النظرية في العلوم الإنسانية والدراسات في مجال العلم التطبيقية لا شك أن منهج البحث في العلم التطبيقية يختلف إلى حد كبير من منهج البحث في العلوم الإنسانية وعلى رأسها يأتي البحث في العلم القرآنية فالبحث في العلم القرآنية دقيق جدا وحساس لأنك تتعامل مع مسائل فيها مسائل غيبية وثوابت وأيضا كثير من نصوص القرآن فيها مرونة تحتاج إلى وعي كبير وإلى تسلح بمعرفة علمية منهجية واضحة للتعامل مع هذه المعارف العلوم بطريقة مواكبة فالتحدي في مجال البحث في العلم القرآنية صراحة تحدي كبير جدا تتقاطع فيه عدة أشياء لأن البحث في الدراسات القرآنية يمكن أن يتعاطى معه أصحاب العلم التطبيقية نفسه يعني صاحب العلم التجريبي له مجال يدخل في مجال تفسير القرآن الكريم حتى أهل الطبي وأهل الهندسة وأهل الفضاء وأهل العلم البحار والجغرافيا وغيرهم لهم مجال يدخلون في تناول معاني القرآن الكريم وبالتالي هذا المتعاطي مع هذا المجال من هذه الناحية لابد أن يأخذ الحد الأدنى من المؤهلات التي تؤهل للتعامل مع القرآن الكريم وبنفس القدر طالب القرآن الكريم يحتاج إلى قدر من المعرفة في العلوم التطبيقية والعلوم الأخرى ليتعامل مع معطيات كثير من الآت القرآنية بمنهجية واضحة وبدراية طح يعني هناك تحدي كبير صراحة أقول في خلاصة هذا الكلام أن التحدي يكمن في إعداد الطالب في الدراسات القرآنية لا بد من إعداد الطالب في الدراسات القرآنية إعداد جيد مدروس بحيث يتناول الطالب قصد من العلومة البينية والعلومة الأساسية ويزوج بين هذا وهذا حتى يدخل إلى هذا العالم وهو متسلح بمنهج واضح سليم يؤتي ثمار واضحة ونتائج واضحة ويخدم عملية البحث العلمي في الدراسات القرآنية فلا شك كما تفضلت أن هناك تحدي كبير ونأمل أن يخرج هذا الملتقى بتوصيات واضحة إن شاء الله تجيب عن هذا التساؤل الكبير بإذن الله إن شاء الله من المأمول الخروج بمجموع من التوصيات تساهم في الإجابة على مثل هذه الأسئلة وكذلك تشكل خارطة طريق لطلبة الدراسات القرآنية العب الأكبر دكتور أو الثقل الأكبر يقع على كاهل الجامعات في هذا الخصوص كما تفضلت هناك مثلث يبدأ من الجامعة وينتقل إلى كذلك مصادر البحث ووصولا إلى المشرفين على مثل هذه البحوث التعليمية أنا أشكرك جزيلا شكر دكتور أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في هذا الملتقى الدولي الأول على مستوى جامعات المنطقة ولا شك بأن الجامعة القاسمية قادرة بجهود كوادرها المتميزة على تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الملتقى نقطة أخيرة سيكون هناك ضيف شرف إن شاء الله لهذا الملتقى نعم وهو فضيلة ومعالي الشيخ إبراهيم الأخضر شيخ القراء بالمسجد النبوي سيكون ضيف شرف لهذا الملتقى نعم وسيكون ضيف على هذا الملتقى أيضا فضيلة مفتي جمهورية أستونيا نعم وعمداء الكليات التي ذكرتها ما شاء الله وأيضا أتقدم لكم بالشكر الجزيل مرة ثانية ونحن وأنتم على انتظار وفي انتظار توصيات هذا الملتقى إن شاء الله لا شك لا شك والأسماء التي ذكرتها لا شك أنها أسماء راح تشكل إضافة قيمة لهذا الملتقى في انطلاقته الأولى شكرا جزيلا دكتور أنا أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله شكرا لكم بارك الله فيكم شكرا شكرا إذن إلى هنا نصل إلى ختام فقرات برنامج أماسي لهذه الليلة دمتم في حفظ المولى وإلى اللقاء اشتركوا في القناة